أنا اسمي إيرادة فتاح متخرجة من كلية الصيدلة جمعة أسيوت دفعة 2010 قصتي بدأت من زمان جداً من وأنا صغيرة يعني موضوع ما كانش وليد صدفة أنا كان نفسي أكون الشبرويشي كان نفسي جداً وده كان سبب دخولي كلية الصيدلة يعني أنا حاولت بعد ما اتخرجت من الكلية إن أنا أبدأ في شغلي اللي أنا بشتغله دلوقتي ولكن طبعاً قابلت فشل وإخفاقات كتير كان أولها بعد المسافة ما فيش روماتيريال في سهاج كل التعامله كان مع العطارين فالدنيا كانت مش قلطة في حاجة بس يعني إيرادة ما ينفعش معاها الإحباط خالص يعني طريت بقى أن أنا سافر السعودية عشان خاطر أبقى مع طارق وأرجع فالحياة معجبتنيش أبداً في السعودية إن أنا أفضل حياتي كلها بعمل كانيلوني وبشابل بصراحة فأخدت القرار إن أنا هسيبه وأنزل أبدأ قصة حياتي يعني إلا أنا أصلاً مش قادرة يعني أنا مش قادرة أسيب بشغفين مش قادرة أسيبه لا مش قادرة فنزلت بالفعل وبدأت إن أنا أسعى فيه جاهدة يعني وإني أبدأ أذاكر من الأول خالص يعني بدأت بموضوع شوية زيوت بدأت إن أنا أذاكر من الأول طب أنا محتاجة روماتيريال أشتغل بيها فالموضوع كان سعى نوضح للناس إن المنتجات بتاعتك كلها ليها علاقة بالبشرة وبالشعر والشعر يعني نقدر نقول تجميلية ولا إيه بالظبط؟ هي ميديكيتد أكتر يعني حاجة طبية يعني الحاجة كده هو حاجة وسطية لهي دراج ما أقدرش أقول إن هي حاجة بتعالج دراج وما أقدرش أقول برضو كوزموتكس يعني حاجة كده هو كوزميسيوتيكس إحنا في الجري زون ما بين المستحضرات التجميل وما بين الحاجات اللي هي الدوائية يعني أنا بدي لك مستحضر تجميلي لأثر علاجي على بشرتك وشعرك قبل ما نكمل كلامنا أنا عايز أسأل الزوج وفكرة الإدارة أنت بتطير هذا البزنس أو هذا الشغل لزوجتك وإنت تخصصك كمان دارس قانون لما قالت لك لا أنا مش هقدر أكمل بشاميل وكان لوني في السعودية زايدت شوية زايدت شوية عشان بشاميل لما حب بشاميل زايدت شوية ده يعني في المعبل بقى أنا كنت يعني أنا مؤمن بيها من الأول من البداية حتى لما كانت في السعودية كانت دايما بتذاكر مش قاعدة بس أن هي تعمل بشاميل وكان يقوليني بس لا هي كانت بتذاكر أنا كنت مؤمن بيها لما جت خلاص هي قاعدة أنا هنزل مش عايز أعود هنا أنا عندي حاجة عايز أعملها أحلام قلت لها أنا معاكي وفي ظهرك دايما يعني فيه كلمة بقولها لها هي بتنزعج منا شوي بس مش عارف لي يعني بقولها أنا في ظهرك لحد ما تبقي وزير وزيرت يا ومش عارف مش عارفة بس وزيرت إيه بس هو دايما يقولي كده بس أنا بقول لها دايما أن أنا في ظهرك هبقى يعني داعم قوي جدا ليكي إحنا في البداية طبعا فيه صعبات كتير جدا 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 وجهتنا فيه إحباطات كتير من اللي حوالينا أن أنا يعني أنزل من السعودية قدم استقلتي كنت شغال في بوزرشان كويس يعني انت بدل ما تبقى الواحد ايه كأم وقبر عايز ابني يسافر للسعودية مثلا او يسافر اي بلد يعمل فلوس ويعمل كذا ويعمل كذا فانت احبطت بقى الدنيا كلها ايه المجنون ده اللي نازل انا لما نزلت يعني بالمناسبة الكلام ده انا منزلت من السعودية كت والدتي طبعا فرحان انني نزلت قاعد جنبها طبعا بس مرضو عايزك تعمل فبتقول لي خلاص بقى افتح مكتب انت محامي وفتح مكتب وعايز اشوف المكتب ويفض بقى هنا وهنا وابنها وصور المكتب اه 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 فانا انا قلت لها يعني انا مش هعمل كده انا عندي هدف انا عايز اعمله انا وارادة ان احنا يبقى عندنا كيان كبير يا رب نسيبه بعدنا بعد ما نموت لأولادنا واحفادنا تمام قلت لها انا اشتغل على نفسي وعلى الهدف بتاعي وعلى كده يبقى عندي مكتب محاما هو شغال معايا والله يامني الله يكرمك الله يسلامك وسمعتك الطيبة وسمعت المنتجات بتاعكو شركة ايرا يعني ما شاء الله اتنى تسمع جدا بالمناسبة ايرا دي دي فكرتي انا اه انت نختارت الاسم اه انا نختارت الاسم من تقريبا من الفين لا اكتر من الفين وستاشر او الفين وسبعة عشر لما كنت في السعودية فقلت يعني اطلع زوج مثالي شوية حبيتي اسمها ايرادة فاخد ايه جزء من الاسم ده يا سلام يا حبيبي والله كنت حاسأل يعني ايرا بس هو جزء من اسم ايرادة اه فقلت يعني عشان ابان قدام الناس ان انا زوج مثالي شوية لا انت مثالي جدا والله سأل انك تشترم والحياة هي شركة بينكم اكيد فزا كان يعني شاركت الروح فالشغل كمان وزي ما قلت ده لولادكم ده حقيقي